بعد ليل عنيف استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف الهون ظل توتر الأمني الخميس مسيطرا على عاصمة الشمال لليوم الخامس على التوالي وعلى تخوم خطوط التماس سقطت جميع المساعي والمعالجات السياسية في وقت بقي المسلحون مستنفرين على الجبهات بعد أن أصبحت الإمر على الأرض بيد قادة المحاور كاميرا الامتفي تمكنت بصعوبة من الدخول بعيدا عن القنص إلى باب التبيني لم نلتق غلال جولتنا القصيرة أي من الأهالي الذين غادروا تحت جنح الظلام وفي شارع سوريا أفادت المعلومات أن الجيش اللبناني سحب عناصيره إلى محيط منطقة المواجهات حيث سير دوريات مؤللة أما الجيش فينتظر ساعة الصفر وما ستأول إليه الاتصالات وهو استقدم مجموعات تشارك في القتال للمرة الأولى ومدربة على أعمال القنص والهجوم وفي حصيلة أعمال القنص والمناوشات بين الحين والآخر سقوط عدد من الجرحة علما أن الشيخ نبي الرحيم كانت تعرضت سيارته للقنص ولكن لم يصب بأذى الرصاصة آتية من الأعلى يعني من مبنى مرتفع في جبل محسن أو ربما تكون رصاصة طائشة إلى ذلك وفيما كانت سيارة مدنية من نوع بأم تابعة للطبابة العسكرية تمر في منطقة القبة بمحاذاة مركز الطبابة وهي منطقة عسكرية تعرضت للنيران من قبل مسلحين ما أدى إلى إصابة رقيب وعريف من الكتيبة 125 في غضون ذلك شهدت المدينة حركاً لافتاً لمدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكال الرجي سالم الذي اجتمع مع القادة الأمنيين في السراي كما التقى سالم الرئيس ميقاتي للتداول بالوضع الأمني وسجل له لقاء مع اللواء أشرف ريفي الذي عقد لقاءات مع عدد من النواب والفعاليات وقت اللي بتنقصف المدينة بليلي وحدة خلال أربع خمس ساعات بألف وخمسمائة قذيفة ولا ألفين قذيفة تنزل ألفين أزيفة مبارحة شيئة؟ يعني بالدقيقة أكتر من عشرين أزيفة كانت عم تنزل يعني بشكل متواصل يعني وإذا وفت أنت بالوسط يعني بخط الوسط بين التباني وبعال محسن وشفت الأضرار بيبين عليك بوضوح حياتاً مين المعتدي وفي دارة ميقاتي عقد الشماع موسع لعدد من فعاليات المدينة من نواب ووزراء ورجال دين وكان تأكيد على وجوب تصدي الجيش بحزم وقوة لكل التجاوزات وعدم التهاون مع المسلحين من أي جهة انتموا وقد اعتبر ميقاتي أن المؤامرة التي تستهدف المدينة هدفها إحراج الجيش تمهيداً لإخراجه وإخلاء الساحة للقتال ترجمة نانسي قنقر